السلام عليكم شباب شاكوش اخباركم انشاء الله كله بخير وصح وسلامة اليوم اقطعنا راح يكون على الماتريكس الشيون الشغلها على المنصة البي سي طبعا خطوات جدا بسيطة بداية هذا الفيديو اتمنى من عندك اذا ما تجد مشترك فاشترك في عجرس تنبيهها تخليك هالفيديو تأخر لا شاح لك الشرح البسيط والخطوات البسيطة على مدى الشغل والقطعة الماتريكس على البي سي هيا الله شباب مرة ثانية شوف يا صاحبي اول شي اول خطوة اللي سويها تجيب باير تايب سي يو اس بي بتايب سي تمام تركبه بهالشكل هذا مثل ما شوف وضعتكم وهذا الطرف الثاني راح تركبه عندك اللي موجود على البي سي بعد ما ركبت هذا السلك اللي موجود هنا على قطعة الماتريكس راح تشتغله بهالشكل هذا راح تفتح البرنامج بهالشكل هذا وتروح على هذا الخيار تضغط عليه راح تحول من الريمونت بلاي او السلك اللان الى يو اس بي اللي هو المقصود الي اس بيه اللي هو هذا هذا السلك بعد ما تخليه على نظام الي اس بي لازم تقرأ هذه الرسالة على ما تفهم انه انت من تربط ي اس بي عليها ما نستشتغل عندك الاكس بوكس الاكس والاس والاكس بوكس الوان والبلاي سيشن فور والبي سي الخطوة اللي بعدها انت شي اختيارة يا صاحبي اختيارة تركب الجوستيك هنا او ما تركبها لان اذا ركبت الجوستيك او مودات مثلا ثبات اي مود انت مركبه على الماتريكس ما رح يطلع على نظام الجوستيك رح يطلع بنظام ماوس وكيبورد طبعا انا هذان الادابترات اللي دي شوفوها باليمن واليسراء هذا الادابتر موجود باتجاه الهيسر اللي هو مالي كيبورد وهذا الادابتر اللي موجود الوايرلس مالي الماوس اللي عندنا فمثل ما قلتلكم بس هذي انشيالا المزعجة صراحة المفروض يسوها يعني وقت ما انا يعجبنا انا لعب جوستيك او هلعب ماوس وكيبورد كنت طلع المودات اسمالتهم فهم فاصلين هذا النظام انه ماوس وكيبورد واحد بيها مودات و بيها حساسية انت تقدر تعدل عليها بس من ناحية جوستيك اللي هو رح يقول عليها نظام افتراضي تخليه على الماتريكس و رح تشتله بنظام افتراضي انا مبدئيا مسوي كل شي بالبيسي بس حبيت اشوفك داخل بيسي اش راح تسوي تختار الابشن من بعد الابشن تروح على ستينك اللي موجود هنا بعدين تروح على وحدة التحكم من وحدة التحكم تروح على هذا الخيار هذه خطوة جدا مهمة بما عندك يتركز عليها انت من تخلي نظام وحدة التحكم رح يشتغل عندك ماوس وكيبورد وكأنه على السوني مثلا على الفايف على الاكس بوكس يشتغل نظام طبيعي الافتراضي الاكس مربع الدارة ايضا حتى على الاكس بوكس وايضا حتى على البلايستيشن فور والفايف نفس الازرار تنقل عندك على شكل جوستيك تنقل على شكل ماوس و كيبورد بس اذا حولتn على انظام الفار الموجود هذا الخيار اذا حولته راح الماوس يوقف عندك مرة يشتغل بس الركبورد عادي يشتغل رح يتحول نظام الماوس وكيبورد يلي هوفتراضي مان البي سي او الديسكتوب يعني وكذنا وانا هسه رابط ماوسات اثنيين طبعا هذا الماوس وان رابطة يعني رابطة مباشر بتجاهه بال في البيسي و هذا مرة طيلة القطعة هذا الموس و هذا الكيبورد . مربوطه Parmoo و هذا القطعه من ناحية سا permessor 튼ب olduğ ان يكون لeee من خلال الكيبورد التي موجود هنا وايضا الى جاستيك مثل ما تشوفون في التأكد من كانت المنيو médi ذو لي اللعبة لابد فصيل مال اللعبة حالة فأنها كنست تدعمه موسوكبورد استياب إلى 2014 لابد تحكم كيبوردات اثنيا وموسوك الأثنين فأستني شوف HB وأست عونكم укاد gid creeping 找 باجاه الánس Hayster كيبورد من الآخر يعني هذا التحكم وهد الموس, وهدا اليها موسوك مثل ما تشوفون طبعا ماوس وكيبورد آآ ثبات عدنا عدنا كل شي والاعدادات اللي صنعتها آآ اللي هراح اخليك بصندق الوصف مقطع فيديو شارع كامل على اعدادات ثبات ومسس ومسس بالكيبورد ومسس بالماوس فالاعدادات كل الش حلوة تقدر تشوفها وتشاهدها بعد ما تخلص معنا الفيديو راح اخليك بصندق الوصف. طبعا اللي هنانة راح اختم معكم هذا الفيديو آآ حبيت انه اشرح لكم انه شون انت تشغل الماتريكس طبعا هسا هذا هذا الماوس هذا الكيبورد قاعد دا استخدمهم على اللي هو الماتريكس تمام آآ كل الحب وتقديري لك ما اطلقوا قصة نايت هذا الفيديو اتمنى من عندك تشترك بالقناة وتفعل جرس انبيهات خليك هذا الفيديو نشوفكم على خير ونقول لكم يا شباب ثمانا